اهلاً بحضراتكم بعد الفاصل كلام مواخر ببعض وانت قاعد وقاديك مكسورة وعضلة الجبيرة ومانو الجزيه قال لك لازم خليه معايا لو احتاجت انت كنت حاس انك الجزيه هيحتاجك في المباراة كنت مستعد لها طبعاً انا مستعد ومركز اي وقت هو يحتاجني انزل فيه الشوط بين الشوطين النتيجة صفر صفر الشوط لو انا انتهى بالتعادل قال لي قوم سخ سخنت نزلت مع بداية الشوط التاني اه اول ما نزلت عشر دقائق عادت من ناحية اليمين وعملتها العماد متعب جابها جون بعدها بخمس دقائق لعبت حوالي تلت الساعة راح مغيرني ومطلعني تاني خلاص هو عاوز اللي عاوزوا منها بخدوا اه فلاقيت الجماهير كلها في الملعب عملتها تفلية اه يعني انفكرها ان هو جوزين طلعني طب انت نزلت الراجل وقبت وجون طب انت والناس اللي عمورة كانش عارف ان ايديك مكسورة الناس مش عارفة الكواليس اه ان انا برا المباراة انا انا محتاج اللعين يعني هيكتل جمورة على الراجل اه فجالي تاني يوم بقى في المحاضرة اه قال انا الموضوع ده عملته عشان انا طبعا محتاجك في المباراة وكنت محتاج ان انا اكسب ودرت ان انا احرز هدف خلاص بأمن المباراة وخلاص انت عملت الدور اللي انا طالبه منك طب هل زميع اللي كانوا عارفين ان ايديك مكسورة اه طبعا مغانا كانت في التمرين يعني اه اه روحت جبت الحاجة كده اللي بستقى في ايدي علشان المباراة بتاع زي بلاستك كده اه عشان اقدر اللعب ان طبعا لو جبس ما الحكم ما يضرش قالك ايه بعد المباراة كان سعيد ان بالدور اللي انا عملته وان انا تفهمت واختياراته كمان موقفه اختياراته حتى تغييراته طبعا هو خلي بالك جزيه برضو من المدربين الايه الاسكية بيقرى الجيم كويس كمان مش بيقرى الجيم هو برضو بيسيب حتة نفسه كمدر اه ممكن يبتدي المباراة بشكل علشان يبقى الشرط التاني زي بقوله شرط المدربين بصمة المدربية اه مختلف عن الاولان فيبدأ يغير فالناس تبدأ تقول جزيه غير الشرط التاني او عامل شرط فكان عنده الحتة دي بيقدر يقرىها في المباراة بشكل كويس يعني طيب مباراة ما زالت عندك في الزكرة بالنسبة لبطولة افريقيا ايه المباراة اللي انت فاكيرها لحد دلوقتي وبتوقع بتفتكرها كل شوية لأ عايزة قبل ما روح لبطولة افريقيا قول وطلع اللي عندنا مباراة البطولة العربية النصر حسين ضاي ايوة ده كان جزائري ده اه دي بقى من المباراة الحلوة اللي انا منسهاش وكانت في البطولة العربية لازم نروح الجزائر قدام نصر حسين ضاي لازم نكسب هي دي المباراة ده الهدف اه ده الهدف ده كان في السواني الاخيرة كان في السواني الاخيرة في المباراة ولازم نكسب عشان نكمل في البطولة العربية تعادل ما ينفعش ما ينفعش نخرج بره البطولة وحتى هو جاهزنا مانو الجزيه قبل المباراة في التمرينة القبل المباراة قال لنا لو انا متأخر في التعادل هلعب بطريقة لعب كزا مين هيبقى وراء والجمعة تطلع تلعب راس حربة انت وإحمد السيد هنغير شكل اللي هو بيحضرك قبل المباراة شوف انت برطة رايحة جاي منين انا جاي من بره من ناحية الشمال ده مين اللي عمل لك الاوفر والشيتس والشيتس الاوفر بنص جول اه الاوفر بنص جول حاجات المجر زماني اهه انت بعد ما سجلت الهدف ده اه وكسبنا واحد صفر وحنكمل بقى في البطولة اه انت كان احساسك ايه يا سامة بقى يعني انا حين الواحد ما يجيب جول حلو او والفرقة محتاجة او في البطولة عشان يكمل بيها بيبقى الواحد يعني بيبقى طير من الفرح انت كان احساسك ايه طبعا انت سعيده مبسوطه وهي ده اللقطات الحلوة في حياتك اللي بتعلم مع الجمهور بالزبط كده يعني هو الجمهور مش يفتكر انت المباراة دي بتدتها ولا ما بتدتاش بس هيفتكر اللقطة الحلوة اللي انت عملتها اللي انت جبت الجول في الثواني الاخيرة الثواني الاخيرة هي دي اللي دايما بتعلم مع الجمهور جيه جيه بعد الماتش اتكلم معك كان سعيد جدا سعيد بالحاجات اللي هو فكر فيها والتغييرات وطريقة اللعب واحنا نفزناها وعملناها وعدنا بالمباراة فيه احيانا كده زي ما قلتلك انت بتعدي مراحل سنية مع مدربين اكتر مدرب استفدت منه كوسامة حسني بقى وانت بتلعب في النادي الاهلي اللي هو ساب بصمة علمت معاك وكل مدرب ليه بصمة كله صراحة كوسامة انما بقى فيه مدرب فعلا بيسيب بصمة تقدر تقول ايه انت مثلا انا فيها ايام نحنا انا والكابتن وخطيب ومصطفى يونس وكابتن زيزو شاله كتير قوي يعني فيه مدرب بيسيب بصمة معاك بيقولك مثلا ايه بتحست ان هو اعظم مدرب اتمرنت معاه او اعظم مدرب وظفك في الملعب او احسن مدرب قالك تعمل كذا وعملتها ونجحت معاك انت مين المدربين اللي ساب لك بقى طبعا كلهم احترامنا المدربين كلهم اللي كانوا موجودين معاك وسببين بصمات كتير قوي انما مين المدرب اللي ساب بصمة في اسامة وفرقت معاك كتير قوي يعني لو قلت واحد بس يبقى انا ظلمت لا ما اعنا بشعر نقول واحد احنا بداية من الناشئين كلهم حلو قوي كابتن محمود صالح كابتن شطة كابتن فتح مبروك كابتن ضغي السيد الكابتن علام ايوب كابتن مختار مختار دول الاسماء كلها اللي احتمراننا معاهم نعم 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 كل دول اولاد النادي الاهلي اولاد النادي لما طلعنا الدرجة الاولى كان طبعا كابتن فتح مبروك في الفترة الوسيارة لكن كان في قطاع الناشئين وكان مانويل جزيه هو اللي يعتبر احنا يعني هو اللي طورك هو اللي لعبنا معه فترة أطول هو اللي طورك في الملعب يعني هو ده المدرب اللي احنا اشتغلنا معه فترة أطول يعني عمل إضافة لأسامة حسني في الملعب وطبعا البدايات مع راينالد السبل مدرب الألماني ده برضه صاحب الفضل في ان انا ابدأ او اطلع اول مباريتي مع الدرجة الاولى مع مانويل جزيه انتو لعبته كاس مصر وكنا مغلوبين من الزمالك والناس كلها اللي خلاص لماتش خلص على هذا الأساس انت كنت أساسي ولا كنت نازل انا نزلت كنا مغلوبين اتنين واحد نزلت الشوء التاني بالضبط كده والناس حتى وهي قاعدة ده حصل معانا كتير قوي لما كنا مثلا نبقى مغلوبين وييجي مدرب يقولك نزله فلان يقولك انتو بتنزل لنا عواجز الفراح انتو مش عارف ايه والكلام ده كله احنا كنا بنسمحه وإحنا قاعدين لما جزينا نزلك اهلي وزمالك وإحنا خسرينين اتنين واحد انت فكرت فيها ازاي تكملها بقى وبننزل لخلاص المباراة ولا انت قاعد برا قاري المباراة وكنت مستنى اللحظة اللي بتنزل فيها عشان تغير من الصورة النادي الاهلي في هذه المباراة اولا دي مباراة نهاي كاس يعني مباراة بتكسبها ببطول وكنا في اليوم ده يعني احنا الأفضل من الزمالك لكن مغلوب اتنين مغلوب اتنين وما فيش توفيق فيه فرص فيه فرص كتير في المباراة لكن محتاجة بس توفيق في المباراة كويس نزلت كنا ما لما قالك انزل عملت ايه نزلت على طول طبعا المستعيد ومركز لا لا خالص ما خوفتش لا لا ما خوفتش لا طبعا مباراة قالوا زي ما كنت لعبها وانت مبسوط ولا وانت خايف سنة لا كنت مبسوط جدا طبعا فعلا ما هي دي مباراة دي هي مباراة الحلوة اللي الناس كلها بتتبعها اللعبة اللي بتعملها بتعلم على الناس في تاريخك طبعا فالصاني اتنين واحد ونزلت الشروط التاني مكان فلافي والتادى الماتش ده اعماد وفلافي اه فانزلت الشروط التاني مع نهاية الشروط التاني جات لفرصة سهلة وقتها ام هي سهلة ابو تريكا تلعبت له عملها لي بوش رجل الخارجي اه خدت مدافع الزمالك وقتها واللاباني اه في ظهري انفردت بعبد المنصف بحطه بطنة رجلي طلعت من جنب القائم القائم اه فاكير هنا دي اه اه لا دي ده بقول دي الاهداف دي الاهداف وقدر ابو تريكا يجيب هدف التعادل وانتهت الشروط التاني اتلعب في الشروط الاضافي الاولاني بقى وقفنا الوقت الاضافي بقى اه الحلوة المباراة دي ان الزمالك بيتقدم واحنا بيتعادل الزمالك يجيب الهدف الاول واحنا نتعادل اه ما هي دي اتبقى لك دي انت محسيتش بإحباط في المباراة انت مصدقنا جبنا جون التعادل زمالك جاب ام جايبي الجول التالت ما انت النهاردة الفرقة بقى اللي عندها شخصية اه اللي عندها زي ما بقوله ايه هو ده النادي الاهلي اه النادي الاهلي هو ده الجول بص ده ده جون الماكسب احمد صديق عملها بالعرض وكان فيها توفير من ربنا يعني فانت نهار حلوة المباراة النهاردة شفت حتى اللي قطعتها كابت المصطفى الجماهير وهي في السرق اه طبعا بص بص جمهور ومالي الاستاذ جمهور اهلي وزي مالك الصورة الحلوة اللي احنا نتمنى ان شاء الله انت بعد ما جبت الجول ده اسامة انت حصيت عملت اللي عليك ولا لسه فيه تاني ب آمانة أنا كان وإحنا بنلعب وقتها الزمالك جاب الأول احنا جيبنا التعادل الزمالك جاب التاني كان الأولان لما جابه الزمالك الأولان كان عامات متعب التعادل التاني أبو تريكيا تعادل هم جابوا التالت انا تعادلت بالتالت بقى التلاتة تلاتة كنت مستني او احنا مستنيين كلعيبة احنا لو تقدمنا خلاص معنويا الزمانك مش هيعرف يرجع للمباراة تاني كنا مستنيين لقطة دي مجرد احنا جبنا الرابع بقى تربعة تلاتة خلاص الزمانك ده تقول الرابع ده ده كان في الشوط الرابع الشوط الرابع على فاكرة الشوط الرابع على اضافي انت كنت بتبس الدبلة المين دي كانت مراتي دلوقتي طبعا مراتة مراتة ما كنتش لسه خطبت وقتها يعني كنت لسه فترة تعرف وما كنتش خطبتها يعني ما خطبتش مرات وقتها فبست الدبلة هل انت حسيت بعد ما جبت تقول الرابع ببس الدبلة خلاص انت قربت ولا لسه لا خلاص قربنا بقى يعني حتى المباراة والشواء حلو يعني جبت تقول هنا هو ورجعت جمهور تاني ربنا خليكم بعد يا رب بعد المباراة دي بقى ايه اللي قالك جوزيك كلم معك في ايه تصدق بقى ان احنا بعد كل المباراة والبطولات دي ما كناش من الحق نفرح ماتش نفرح اصلا ماتش بعد الماتش ده احنا خرجنا من المباراة دي روحنا على الفندق تعشينا طينا على سحل العاجة عندنا مباراة في افريقيا انت ما بتلحقش ما بتلحقش تعيشي الفرحة مع الجمهور حتى عشان كده انا بحس بالجيل اللي موجود دلوقتي لما بياخد بطولات عندهم وقت ادارة النادي وكامت الخطيب بيحتفل بيهم طبعا طبعا احنا ما طب احنا خدنا احنا في سنة خدنا خمس بطولات فيها سنتين ناخد خمس بطولات سنة كام وكام 2006 على ما اعتقد 2007 ايه البطولات اللي خدتوها؟ دوري كاس سوبر محلي سوبر افريقي بطولة افريقيا بطولة افريقيا خمس بطولات والسنة اللي بعدنا نفس الكلام اه طب يا جماعة اي حفلة اي حاجة بشي منفزنا بس طب نحتفل حتى مفيش انت بتطلع من بطولة على بطولة طيب انا معايا رسالة تانية من واحد صديقك بيلعب فرقة احمد صديق اه